مرحبا بكم في عدة جديد من إميسيون تاكم وعلى شلالة وعلى شلالة نهار اليوم ورانا في يمات الساعة رمضان حنتكلموا في موضوع شوية خاصة موضوع شوية من الناس يعرفوه وكاين ناس أحد أخرين ما يعرفوش وكاين ناس كما أنا يعرفو منه نص نص اليوم حنتعلمو كيفاش نحبوه روحتينا بيانسيوغ شوية منكم ما بيقول وشا يتهدرها ديا وكاين ناس أحد أخرين اللي حيفيدونا كتر وكتر كيمة الأخصائية النفسية وبيانسور عندها تخصصتانك في الوعي والتوعية دي من ننسى بالوعي والتوعية مدربة في الوعي مدربة في الوعي بيانسور أسما مرحبا بيك سحر رمضانك سحر رمضانك سبع لباسك من نورة اليوم ولمك البلان مع الحالة مرسي بوكو تعيش اليوم قلنا السوجة تنها اليوم تكلمو كيفاش الواحد يحب روحو ولا أسكو لازم نتعلمو كيفاش نحب روحتينا باش نقدرو نحبو الانتوغاشتاعنا ونقدرو نقدمو ما هو الأفضل في حياتنا كينا من هادي ولا ولا بركاناني نهدر ولا وسيكو نو 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 وكانت خيغ الناس يستغفلوا لحاجة كيما هادي ويديروا خلط كبير صابت ديق أنا كينا حب روحي ما عندها لازم نلبس مليح ناكل مليح نشرب مليح وهذا جوز أصغير من حب الذات وكان الناس وحد أخرين يقول لك أنا يا ما نعرفش نحب روحي ولا إذا حبيت روحي سوف تضغي حاجة ماشي منيحة لازم ننقص شوية ونمد بزاف يعني كينا ما فاهم بزاف خاطئة فيما يخص هاد المصطلح ولا كارمو هاد المشاعر تاعي اللي نقدموهم من الوحنا باش نعفوك فاش نبراجيهو مع الآخرين حالو احنا نحو ديها كثير من الوشي جي تعنا اللي هو كيفاش أنا نتعلم من حب روحي قبل ما نهضروه وش من الفايدة كنحب فيها روحي النقطة اللي الأولى اللي نهدر عليها يعني الإنسان باش يشوف روحه أسكي يعرف أسكي هو أصلا يحب روحه وكيفاش يعرف باللي حب الذات ووشنه هو أصلا حب الذات يلاحظ أنه أسكي هو إنسان من نوع اللي ينتقد نفسه أسكي يحط على روحه أحكام أسكي يدير وش يدير ما تعجبوش روحه أسكي دايما يقدم ما هو الأفضل ولكن غير راضي على وش يقدم أسكي لازم يحط شروط لازم هادي ولازم هادي باش نكون هاكا يعني يطلب من نفسه يكلفها فوق حقها باش يحصروا حب اللي اللي توجوه أوتوب ويحصروا حب اللي هذا هو حب الذات وهذا الشي خاطئ جدا يعني الناس اللي الشعور الصحيح اللي الإنسان مليح يتعلمه ومليح يتحلى به أنه هو يحب روحه بدون شروط بلا ما يقول لك شو واحد مليح ولا مش بليح بلا ما يقول لك أنت يا شباب ولا ماشي شباب أنت يا سمين ولا رقيق هاد الأمور كامل ما يأثروش فيه بسك هو مقتنع بنفسه وراضي على روحه وراضي على وشراه ويقدم للآخرين ينسي بذات من الناس اللي يشوفوا فينا ويقول لك هادي وشي تقول فايزون بنان مقول روحي واو أعجبتني روحي يقول لك هذا غروب ويقول لك لا ماشي عجبتني روحي بلاك ستان كمبلكس ولا أخلي عنده مشكلة في الثقة بالنفس كذا بما أننا نذكرو لدو شوز يعني أنا نحب روحي معانتها مغرورة إذا ما حبيت روحي معانتها أنا جو سوي كمبلكسي دون تو يعني دون تو لايكا هادي ما هيش مليحة والأخر ماش مليحة صانو فبالزر كي نحب أنا روحي معانتها العكس داكو نحب روحي معانتها أنا مغرورة ولا ما نحبش روحي معانتها أنا يا إنسانا كيفش يقولو سوزي ستيمي جمي سوزي ستيم ونشوف روحي دايما صغيرة وكامل الغرور ما عنده حتى علاقة بحب الذات حب الذات يعني شيء أعمق حاجة الإنسان يكون متقبل ذاته كيمراه بلي ديفو تاعو بلي كالتي تاعو إنسان يعترف بكل كالتي فيه وكل ديفو فيه يحاول أنه اللامي اليوغ تولي ديفو اللي يكونوا عنده باش يحسن من النمط لمعيشي تاوي يحسن من نوعية المشاعر أوتوماتيك مو أردو رايح يحسن كاريمو ما العلاقات لأنه يعرف وش يقدم النفسه وراح يقدموا للآخرين ولكن إذا كانحنا صنفناهم الغرور هادك يعتبر شيء آخر وكاي ناس كيفش نقولو سيكمسي مخاطئين في هاد التسمية يشوفوا روحي أنا كين نلبس بمليح معانتها الحاجة المليحة ليا عنانية عنانية إذا كنت مليح معانتها أنا يا حاجة المخيرة راهيلي يا أنا هنا يبدأ يدخل في الغرور هنا إنسان موش فاهم موش معانتها حب ذات حب ذات ما هو شغلة الشكليات هو راهو الداخل يعني أمر داخلي هو أصلا روحي مئة بالمئة من بعدها ينعكس على النفس وينعكس على الجسم وينعكس على المظهر الداخلي وهذا هو الأهم يعني علاقتنا مع نفسنا وعلاقتنا مع ذاتنا هي اللي رايحة تنعكس على العالم الخارجي إذا كنت أنا نولي نسقم في كل ما هو خارجي والداخل راني مخد هنايا ما نقدر نسمي حب ما نقدر نسمي حتى حاجة سيكمسي شكليات وتكلفة نفس لإرضاء الآخرين وباش نبان باللي جسوي أوتوب ولا جسوي كالكان اللي تغير كاتخيبتاك كما مقولوا دارة أسماح بنتنسكسيك نعود للي توجه لأول مؤسس كيفاش أنا نتعلم باش نحب روحي بايزون بأسكو لازم ندير جدول في حياتي قال هاد النهار هاد سفيسياموني يا أنا يا ولا لازم لي بايزون بخطرة في الشهر نروح مكان نقعد فيه مع روحي باش نعود نراجح حساباتي يعني حبيت ندقق لي كتب كيفاش أنا لازم نتحب روحي هذا الشي اللي ذكرتهه سوريايا جانب من جوانب الحياة إذا كان الإنسان يخمم باش يخصص مدة معينة ولا يخصص يوم في الأسبوع ولا يخصص يوم في الشهر هذا أراه فقط يركز على الجانب الترفيهي ح sensing نحن لازم نحلم باللي عندنا جوانب عديدة في الحياة عندنا جانب التقافي الجانب المادي المعناوي العلاقات الأثاري المالي العلمي عندنا جوانب عديدة في الحياة الإنسان اللي يكون يحب روحوا يعرف كيفاش يوازن مش لازم ندخله في جداول كل واحد فينا يعرف رح اخر من الاخر اذا كان دخلت في جدول وكامل مع انتها رانيا رانيح ندخل في الشروط ورانياح ندخل في لازم ندير هك وما لازمش ندير هك هي العفوية تعالانسان العفوية تعالتعالتعالتعامل مع نفسه انسان متسامح مع ذاته كيغلط مايلومش اذا اخطأ يحاول انه كيفاش يحسن البخوشان فوا من الاخطاء باش مايعاودش يقوم بيهم يعني التسامح هو اهم تصالح مع الذات كيكون الانسان متصالح مع ذاته هذا اهم من بنوط حب الذات التاني شي انه يتقبل ذاته وتقبل تام بكل سوا في الشكل التاعه سوا في العلاقات سوا في العائلة سوا في الخدمة سوا في الباجاج انتلكتوال نتقبل نفسه خلاص يحوص بر كيفاش يطور يحوص بر كيفاش يزكي نفسه اكتر يحوص كيفاش انا نقدم الافضل الى نفسه ونقدم الافضل الى الاخرين هادو كلهم يديروا اسقاط على حب الذات كيما اذكرتلك يعني الشخص اذا كان عرفي وازن بين هاد الامور اكيد هاد اليوم راح يتخصص له من تلقاء نفسه سيكم سي حاجة طبيعية جدا انه يخصص وقت لنفسه يقعد مع روحه يزيد كما نقول احنا يعود حساباته يشوف اذا كان هو انسان راه اي عجباته وش يزيد يطور وش يزيد يكري حاجة جديدة هاد الامور كلهم يجيوا من التلقاء ولكن الانسان الي يكون يعاني من هاد المشكلة عدم حب الذات اول نقطة اللي ننصح بها انهم يتقبلوا ذاتهم كيما راهم يحبسوا الانتقادات يحبسوا على الاحكام مشي لازم نقول باللي انا لازم نديرهاك ونديرهاك ونديرك باش نعجب الاخرين يكفي انك تعجب انت نفسك هاد الشي هو الرا ورايح ينعكس عن العالم الخارجي ايانسور احنا بش نختم اسما كيران انتكلموا على الوسيجي تعال الواحد اللازم يتعلم كيف الشي يحب روحه وشو هي الفايدة فايزون انا فايزون فنحب روحي وش هاد الشي هذا وش هيجيب لي فائدة حب الذات هو من اصرار توازن نفسية الانسان يعني يرح يكون توازن ما بين الجسم ما بين الروح وما بين النفس حب الذات هو اللي يسمع من الانسان هو اللي يخلي الانسان يقدم احسنا عنده حب الذات هو اللي يخلي الانسان يستعرف باللي الله عز وجل خلق فيه حضورات والله عز وجل خلق فيه كما قلو احنا هي مهارات هو يحترف بهم ولكن اذا كان الانسان ينتقد من ذاته يشوف روحه دايما انسان غير راضي على نفسه انسان يصغر من روحه يشوف روحه باللي انا لازم ندير باش نرضي واحد اخرين لازم ينقرأ و لازم يكون عندي ديبلوم و لازم ندير الدورة الفلانية و ندخل نستشير الانسان الفلاني باش يكون عندي كي الناس بوسطاء جدا ولكن تحسي باللي عندهم هاتك الموغون غير صواه وتلقيهم بياني كي يبغي ورادين بكل حاجة الله عز وجل نرزقها لحتى نسبة العطاء عندهم تكون عالية كتاب عالية جدا لانه راه يمارس في العطاء مع نفسه راه يمدل نفسه الحب اكيد راه يعرف كيفاش يبرتاجه ويشارك كل الناس اللي حاوله و احنا انتمنى و هاد الافكار هادية وصلتهم بيانش يقول لك اسماء يعطيك صحة و بيان شوكين تاني مواضع وحد اخرى مع اسماء راح نستطيع لكتر في هاد المجال انا اقول لكم تحطركم ونشوفكم ان شاء الله في عدد اخر منه وعلى شئلا اشتركوا في القناة